اطلقت منظمة التعاون الرقمي نسخة الأولى من تقريرها المستند إلى بيانات من قياس نطج الاقتصاد الرقمي الذي يمكن الدول من استكشاف مسارات النطج في الاقتصاد الرقمي بشكل أفضل وإيجاد فرص للنمو وقياس التقدم وسد الفجوة في نطج الاقتصاد الرقمي بهذه المناسبة قال سعادة السيد محمد بن ثامر الكعب وزير المنصلات والاتصالات إن مملكة البحرين وباعتبارها عضوا مؤسسا في منظمة التعاون الرقمي نعتز برؤية إطلاق مقياس نطج الاقتصاد الرقمي والذي يهدف إلى النهوض بالاقتصاد الرقمي العالمي معربا في الوقت نفسه عن ثقته بأن هذه الأداة ستساهم في تنمية اقتصاد رقمي أكثر شمولا وتعزيز الابتكار الرقمي وتحفيز خلق فرص العمل وتسريع نمو الناتج الإجمالي المحلي وتحسين الاستدامة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي أشهد سعادة وزير المواصلات والاتصالات بتقييم مملكة البحرين والتي وصفها التقرر بأنها متقدمة في المجال الرقمي للعمل والتدريب حيث أشارت البيانات أن مملكة البحرين تبدل الجهود لتقليص الفجوات بين الجنسين في الوصول الرقمي إلى جانب تعزيز التأثير الإيجابي لاقتصاد العمل الحر يذكر أن الإعلان عن إطلاق المقياس جرى في مؤتمر أهداف التنمية المستدامة الرقمية 2024 الذي عقد خلال الدورة التاسعة والسبعين الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي اشتركوا في القناة